موسيقى يسترجعها من عنده زارتك المهنة والتشغيل الفساد أصبحها ثقافة عند هؤلاء وقد أخطأوا لأنهم تعلموشوا الدروس هاي سيدي سوسولوجيك موبرو انصيح عليكم للناس اخي روحات اليسرق الحوت الكبير في البحر يخلي بعض الفتات للحوت الصغير باش يعيش اما لما انت تقضي على الاخضر واليابس يجيك انهار وتتحسب به اكلوا لملموا ما فما والان التفتوا الى الفتات رجال اعمال استثمروا واخذوا قروض بالاف المليارات اليوم يطلبوا من الدولة انها تنحيلهم الى فوائد وتسمحهم في جزء من المشاريع اللي فشلوا فيها واللهربوا فيها الاموال الى الخارج ويقولوا نطالب بفرصة ثانية ايهما اولى بهذه الفرصة الشعب الدك دك الزواولة اللي يسكنوا على الحدود ويلي يسكنوا في الارييف ويه وطالبي الشغل ولا المورطين في قروض متفحمة بمئات المليارات ذي السؤال اللي ميحبوش يحكيو فيه وميحبوش يجاوبو عليه فب بتباية الحال ميحبوش يحكيو فيه ميحبوش يجوالي لانه اطراف متورط والمتورط يعني يتحاجى الخوض فيه ملف متورط فيه انا حبيت نرجع فقط لانه كنت تتحدثت فيما يخص شركات تأمين وفيما يخص التعويض خاصة في حوادث المرور واللي تنجر عنها اضرار بدنية وسواء كان فيمة الوفاة او الجرح او غيره تعرف عليش فيمني ما يخوش الفلوس وتعرف عليش الطول الفترة فيمني الحصول على التعويض لانه اذا اجريت صلحا مع شركة التأمين فوقت الاجيال تختصر لكن في المقابل تخسر يعني حيز لبأس به من مبلغ التعويض لانه فيمني نجيو نعمل صلح قولوا احنا بش ناخذو مثلا قول اسوادي زون فيمني ترنت ميل ترنت ميل دينار بي انتي بش تعمل صلح تقول لك اي اخوي نعطيك انا فيمني مثلا اربعتاش نماليو شركة التأمين قلت الله يبارك يمشي فيمني اخوي تصاح عفلني عالك الصلح كذات تصب لك فلوسك فيمني وانت فيت فيه بي ولكن اذا انتي رفض يقول لك خلي المحكمة وحكم بينات واحنا نعرف انه اجراءات التقاضي تطول في مثل هاتي النزاعات هذا علاش الناس تستنع يعطيك صحة وضيعت الفرصة على الاجابة على السؤال اليوم الكبارات اكلت لملم وما فامة واخذيت هاتي تاور معك ورأقول اساس مخروض بالمليارات واليوم ينتفتونا الى الفوتات متاع المشاريع الصغيرة متاع الشركات الاهلية ومتاع خرجي الجامعات والاطراف سمحني والاطراف الصغيرة اللي تحب تعيش وتحب تستثمر يا معز جاوبني على السؤال هو في نظري المشكلة الكبيرة في تونس خلال على الاقل خمسين ستين عام هذا ان الدولة في اختياراتها السياسية رهنت على القطاع الخاص اي على الاقلية الثرية وحتى الاستثمارات بتاع الدولة اموال الدولة تم ضخها ولاحب انت حتى في قطاعات محددة طبعا نتحذف على طبقة ثرية صنعتهم الدولة وجزء من كبار الاثرياء في تونس كانوا يشتغلون كانوا يشتغلون في فترة معينة مديرين في البنك المركزي جزء من هذه العائلات اباؤهم اشتغلوا مديرين في البنك المركزي في الستينات والسبعينات واستفادوا من المنظومة الجديدة التي الاختيارات السياسية للدولة ما فيها قطاع الصياح او ناخد غداع الصياح الدولة لم دراهن على قطاع الفلاحة منذ ثلاثين عام لذلك تم تفقير كل الفلاحين وتم تحويلهم الى مجرد عبيد او خدم في الارض كل ما ينتجونه يسلمونه لهذه الطبقة الثرية كي تتصرف فيه وتم تفريغ الدولة من كل مواردها في قطاع الدقلة تمور في قطاع الزيت في قطاع الصيد البحري في الفصفة في كل شيء كل خيرات الدولة تم تمكين العائلات الثرية من الاستثمار فيها من نهبة وتحويل اموالهم الى الخارج يقولوا تحويل الاموال الخارج لان الظاهر الاهم انت كنت تحكي تواعى على التغول ومتعى الطبقة الثرية رأيك في للفرق المتشاعبة او للنيابة العمومية او القطب المالي انه رجل الاعمال حين يحال انا لا افتح ملف لسيرانس او البنك فقط لا لا انا اطالبه بامواله المودعة في الخارج وعقاراته المكتسبة في الخارج ونتحث هنا عن الجنات الضاربية اغلبية الاغلبية من الطبقة الثرية في تونس منذ 25 جويلة اليوم افرغت كل المدخراتها وحملتها وين دبي قبرص مالتا والجنات الضاربية ونقولك شي اخ لو تقوم الاجهزة المختصة في تونس وهي اجهزة نائمة الاسف باحصاء عدد رجال الاعمال التونسيين الان المقيمين في دبي واللي تم تهريب اموال ضخمة الى تلك الجنة الضاربية لم يفتح هذا الملف ما نحكيش على اوراق باناما لا اتحث عن هذا اتحث على اوراق الجديدة عن اوراق دبي لان الاموال طائرة جدا يعني اذا اردت ان تحاسب رجل اعمال لا ان تحاسبه فقط على القروض التي اخذها لا هو نهب الدولة كذلك في اموالها وحقها في الضرائب هذا الاستاذ بالعيد ادفع الضرائب الاستاذ اسامة يدفع الضرائب انت ادفع الضرائب المواطنين توانس يدفع الضرائب وهو يهرب اموال الضرائب بالخارج يعني رأوا في نهاية الامر ملف ضخم ضخم جدا جدا السؤال السؤال هل تقدر اللجنة الصلح الجزائي على حل هذه العقدة لا هل تقدر يعني الحل الامني والحل القضائي بمفرد يقولك شيء وغنقوله صدقني ثمانين بالمئة من الملفات المفتوحة الآن لدى القطب المالي هي اعمال شاركة فيها المجتمع المدني ما فيه انا في فضح هذه الملفات البقية ما عنده حتى حتى بيحسي بالعيد باه نتقدموا شوية والسؤال الى المراقبين والى المديرين اللي موجود في البنوك خاصة العمومية نجموش تكشفونا قديش القروض المتفحمة التي لم يتم استخلاصها لفائدة كبار رجال الأعمال نجموش تقولونا الأراضي والعقارات المرهونة لفائدة البنوك قديش القيمة الحقيقية متاحها وعليش ما تتبعوش الرهوننتاعكم وما يتمش التفويت فيها لاسترجاع أموال الشعب إلى متاء الصمت على كل هذه إلى الملفات وشكونهم بالضبط المورطين في الصمصرة بالأملاك المرهونة والتدباع بالاختف بواحد على عشرين من القيمة متاحها إن أجبتم على هذه الأسئلة فتونس في طريقها الصحيح يا بالعيد هكذا وليه هذا السؤال إذا كان جاوبون ونسكروا البرنامج هذا صعب جدا لأن المسألة معقدة هي اللي سماها بالأخطبوط حقيقة أخطبوط وليساهم باش أن الأخطبوط يكبر ويتعملق ويولي يأكل يجي على الأخضر هي العقلية اللي نعود نأكد الإدارية على مستوى الحكم هذه مشكلتنا مشكلتنا كبيرة تقولي قضية لأستاذنا كريم يقول قضية متاعك سيدو يقعد يقعد سنين هل صقفتها المحكمة هل هل أنت دبنا قلناك دبنا كذبت غلطين بلانت ناس تحكي في حواج مش فهمتها الوظيفة العمومية مسكرة والعبادة مسكرة وش المحاكم مش تطلح حكم تقعد عشرين سنة باش تيخذه تمش تخسر نهار كامل باش تاكسيست والإنسان يخدم على روحه باش يمشي يطلع مضمون يباش يطلع بطاقة عدد الثلاث يقولوا تطلعها على الانترنت بعد كن يحطها في الملف يقولوا ما يش ما تمشيش ما تخدمش يزي ما تطلعها ورقي طالب يرسم عنا عن بعد افتراضي وبعد لا تعطى مرة الترسيم من تاعه إلا ما يجيب لوراقه من تاعه إذن بمعنى والله يا بالعيد أسألك سؤال في تونس يجاوبني من ماليزيا نزلوا على ماليزيا يجاوبني عدسان يعني هانا ببيا لا أنا نتحدث على التلاعب بالميلاتات وعلى اسمعني وعلى المديرين انتع البنوك ليخفيوا في الحقائق اليوم اليوم استرجاع الديون واسترجاع أموال الدولة من البنوك العمومية قاعدة تم بطريقة واضحة ولا ما زال التلاعب متواصل التلاعب ما زال متواصلا وسيستمر مستواصلا خلنا نجاوبك خلط ينتشاكل في منطق أقل تترفضه لك البنك سالس أنا في مؤسسة مالية معينة في بنك تخلي واحد يعايت ويمطر كذا 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 بعض المسلطلة المعلومة انه هو السيدة داك في الروج حوالي متين مليون ولا أكثر إنسان يتعامل انه هو مقالب البنك انسيسوا فيه يعني لو كانت تدخل انت في الروج تخلق في سين وجيب ما زال متواصلا أنا حكي لك هي ضمن سيبين كل واحد عمل دولة واحدة هاي تحبين ينجيوا بك هاي تحبين ينجيوا بك هالمدير تعالبونك عين تهمانا البنك المركزيوين إذا كان أنت عندك قرضة تعالبونك وما تخلشتها تجي ترهن لك ثم ناس يخبي الكاميونان تاعه ويخبي أي حاجة معينة ويهبطوا عليه ويشدوا هالو وبعد كين يبيعوها في بتة شباية الكاميونان لتتشريعها عن طريق الليزينج ويخدم بها وجاتوا كورونا ولا جاتوا أزمة معينة قالوا ليه أجل ناكم الخلاص وبعد جاتوا ضرائب وآداءات زايدة على المخلدة على المبلغ وما شدوه ما خلصش هزولوا السيارة متاعه سيمو عزه وباعه هالو في بتة يا ابن عيد هزوا السيارة متاع المواطن البسيط وميهزوش لكن الياخت ميهزوش الياخت ميت هزش هل استرجعوا الرغون اللقرية انتاع رجال لعمال الكبار سمحنا الجواب عندك اذا كان تم تعيين مدير عام ورب يزيدوا خمسمائة وخمسين مليون لكفاءته وعبقريته باش انه هو يرتقي ببنكة مؤسسة عموية هل استرجعوا اعطوا يا هل يتعينوا في المدير عام نمشي المدير عام ما عمدوش باش بيجيب باش يشيب لضيوف نواب من البرلمان الاوروبي الا ما يخلص القهوة من جيبه ورئيس مدير عام بيقض خمسمائة وخمسين مليون اسمعوني اذا كان عينا من طرفي لوبي فانو مشي دافع على مصالح لوبي مشي تسهد مصالحنا ليه